نهاردة النادي الاهلي ارسل خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيه عن الكثير الذي بحسب النادي الاهلي الذي اصاب السوابة التي تحكم الالاقة مع الاتحاد في ظل الاسرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالأطر الإدارية الصحيحة ووجود أخطاء تحكمية تهدر العدالة بين الفرق المتنفسة بقى النادي الاهلي كان فيه عدة طلبات من الاهلي لاتحاد الكرة بعد كل الكلام الكتير اللي كان فيه انتقاد من الاهلي لأسلوب عمل اتحاد الكرة أقول لك الطلبات اللي طلبها النادي الاهلي النادي الاهلي أولا تعيين حكام أجانب لمباريات الاهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقا ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة النظير ذلك وعادة النظر في معايير اختيار الحكام في المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية ثانيا الإفادة بما تم اتجاه اللاعب الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة فيفا باعتراف الاتحاد المكتوب في 4.1.2024 وأسباب عدم تطبيق اللائحة بشأنه حتى الآن رغم اختار الاهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ 17.2023 وحن نتكلم هنا عن محمد الشيبي وقصته مع حسين الشحات ثالثا موافاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة وما تضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسوقية خاصة حال إقامة أي من مباريات البطولة خارج البلاد وكذلك بالسند اللائحة الذي بمقتضاء لا يحق لعيب الأهل الدوليين المشاركة في دول 32 لبطولة الكأس رابعا الإفادة بالأسباب الحقيقة وراء عدم القيام بمحاسبة المسؤول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضاع حق الأهل وأخفى خطاب كاف الخاص بصدافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالكاهرة 2021-2022 وفقا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة حين ذاك يعني إيه؟ من الآخر يا الأهل بيعمل إيه؟ أنا هجيب لك القديم والجديد أنت مدايقني فأنا هجيب لك القديم والجديد حتى القديم اللي أنت فاكري لا نسيته لا أنا مش نسيه هاتلي بقى اللي أخفى الخطاب بص بقى أنا قصة الدوليين مايلعبوش في كاس مصر دا مش عاجباني ديني اللايحة اللي بتقول كده أنا قصة الشيبي دي أنت ما بتخلصهش لحد اللوقتي دي أنا ما عرفش أنا قصة الحكام هجيب حكام أجانب تمام؟ تمام دا البيان وبالمناسبة من حق النادي الأهلي أن يبحث عن حقوقه كاملة واحد اتنين من حق نادي الزمالك أن يبحث عن حقوقه كاملة تلاتة واربعة وخمسة لحد عشرين كل الأندية في مصر من حقها أن ترسل وتخاطب اتحاد الكرة وتبحث عن حقوقها كاملة حلو كده حلو كده متفقين صح؟ ماشي وأنا بقولك العبس اللي احنا فيه في الكرة في مصر بغض النظر من اللي غلطان أو من اللي مش غلطان سببه أولا وأخيرا اتحاد الكرة هتقول لي أنت بتقول كده عشان تدفع على الأهلي؟ لا بتقول كده عشان الزمالك كمان طلع من يومين بيان بتدفع على الزمالك؟ لا ولا عشان اتحاد الكرة مالوش جمهور؟ لا بالعكس الناس في اتحاد الكرة تحديدا عارفين أن أنا في المكان ده بحاول طول الوقت أدوأ أنور الحاجات الإيجابية اللي هم بيعملوها عشان هم فعلا مش هيلوهم ساندة ما نومش جمهور طبيعية مش